وبالانتقال إلى مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قالت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا أن روسيا ساعدت من هجماتها العسكرية على أوكرانيا على خلفية قمة السلام الأوكرانية التي استمرت يومين في سويسرا واختتمت أعمالها الأحد وذكرت الهيئة في تقرير عن الوضع أن القوات الروسية كثفت هجومها وعملياتها الوجومية وتبحث عن طرق لاختراق الدفاعات الأوكرانية في محاولة لإخراج هذه الوحدات من مواقعها وقال التقرير أن الجيش الروسي يحاول تحقيق مزيدا من التقدم خاصة بالقرب من مدينة بوكروفسك